اهلا بكم في فيديو جديد ومميز طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر بعد كده عندنا المصفى اللي تقدري تتحكمي في حجمها بحيث انها تتناسب مع حجم الحود عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها الخضار او الفكهة او الموعين وطبعا المصفى دي بتكون مصنوع من الفلاز المقاوم للصدا بعد كده هنا هنشوف عندنا الاداة اللي بتساعدنا على صنع الزلبية او السنبوسة او القطايف وتقدري تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وتقدر ان انت تعملي منها كميات كبيرة في وقت صغير بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمشروبات الغازية وهو بيستوعب معاك تقريبا حوالي عشر علب تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة وطريقة استخدامه سهلة جدا زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على سحب الهواء من مختلف اكياس التنظيم اللي بتبقى موجودة عندنا طبعا الطريقة دي بتساعدنا ان احنا نحافظ على مختلف الاكلات اللي بتبقى موجودة عندنا لاطول فترة ممكنة جوه التلاجة او برا التلاجة على حسب طبعا الحاجة اللي احنا عاوزين ننظمها في الاكياس دي واستخدام الجهاز ده بيكون سهل جدا وبسيط بعد كده هنشوف عندنا ممسحة مخصصة لتنظيف الشبابيك وطبعا طريقة تصميمها بتسهل عليك ان انت تنظفي الشبابيك من جوه ومن بره بكل سهولة وده لان هي مرينة جدا في الاستخدام وتقدر تتحكمي في الطول بتاعها على حسب حجم الشباك عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات تقدر ان انت تنظمي بيها الهدوم وتقدر ان انت تنظمي بيها البطاطين او اللي الحفة وزي ما احنا شايفين كده المنظمات دي بتاخد معاك كمية كويسة جدا من اي حاجة انت عاوزة تنظميها بيها وبتساعدك برضه ان انت تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي تبقى موجودة عندك في الدولات وهنا هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتي على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظمي عليه الشمعات او المشابك وبعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف انواع زيوت او السصات وهو بياخد معاك تقريبا نصف لتر من اي نوع زيت او شوس انت عاوزة تنظمي بيه وهنا هنشوف مع بعض عندنا مبشرة ومفرمة للخضار او الفكهة تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة تقدر ان انت تستخدميها لتقطيع الخضار او الفكهة او المكسرات وهنا بقى معانا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انت تساوي اللحوم او الخضار او البيض او اي حاجة تانية انت عاوزها وهو بيجي مكون من 3 ادوار تقدر ان انت تساوي 3 اكلات على البخار في نفس الوقت بعد كده هنشوف مع بعض معانا منظم بيجي عبارة عن 3 ارفف طبعا هو عبارة عن دولاب بيبقى كبير شوية تقدر ان انت تنظمي بيه ادوات ولوازم وخزين المبخ اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنا عندنا الاداة اللي بتساعدنا اننا نقطع الخضار بشكل متساوي وتقدر ان انت تعملي من خلالها مختلف انواع سطلطات بكل سهولة زي ما هو ظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو هنا هنشوف عندنا الطبق الجميل ده اللي بيجي معاه مصفة تقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة طبعا تقدر ان انت تستخدمي المصفة في طصفية الخضار او الفكهة او المكرونة او اللحوم والطبقة تقدر ان انت تقدمي بيه مختلف الاكلات او الخضار او الفكهة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المروحة الميني الجميلة دي طبعا تقدر ان انت تحركيها في اي مكان انت عاوزيه عندك تقدر ان انت تسبتيها عندك على الجدار في الحمام او في المطبخ او في المكتب او في قط النوم حجمها بيكون صغير كده وغير كده كمان تعتبر مروحة مكتبية تقدر ان انت تسبتيها على اي سطح مكتب عندك يعني تقدر تستخدميها بكذا طريقة مختلفة وغير كده كمان بيبقى ليها اضاءة تقدر ان انت تتحكمي بيها من خلال الرمود الالكتروني بتاعها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من الغطيان اللي تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة تقدر ان انت تغطي بيهم الاطباء وهي بتساعدك ان انت تحافظي على الاكل بتاعك ان هو ما يجيش عليه اي نموس او طراب من الجو وغير كده تقدر ان انت تصفي من خلالها الخضار او الفكهة يعني هي بيكون لها كذا طريقة مختلفة في الاستخدام وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الغطيان اللي تقدر ان انت تستخدمي من خلالها الزيوت او السوسات اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وتقدر تستخدمي منها كميات مناسبة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم لمعجون الاسنان وفرش الاسنان وتقدر ان انت تنظمي بيه الكريمات وفرش الميك اوب او فرش الشعر بعد كده معانا فرشة تنظيف كرسي الحمام الفرشة دي مصنوعة من السيلكون تقدر ان انت تنظفي بيها كرسي الحمام بكل سهولة وهي بتكون مارينة جدا وبتساعدك تبصلي الاسعب الاماكن وتنظفيها بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا منظم للأحزية والمنظم ده بيجي عبارة عن كذا رف كده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف الأحزية اللي عندك بطريقة منظمة ومرتابة جدا وطبعا هو بيساعدك ان انت تتخلصي من كركبة الأحزية اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف عندنا طبق متقسم لكذا جزء الطبق ده بيبقى فيه مصفة بيساعدك ان انت تخسلي او تصفي الخضار او الفكهة وغير كده تقدر ان انت تستخدميه كطبق تقديم وتقدمي بيه مختلف أنواع الخضار او الفكهة هنا معنا شكل مختلف من أشكال البسكت اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على دليب المبخ وطبعا طريقة تثبتها واستخدامها سهل جدا تقدر ان انت ترمي فيها بواي الأكل او اي حاجة انت عاوزيها وهنا هنشوف مع بعض عندنا فرشة التنظيف المارينة جدا دي طريقة تصميمها بتساعدك ان انت تنظفي بيها مختلف الأحزية اللي بتكون عندك بكل سهولة وهنا بقى هنشوف عندنا مفرمة للتوم بتساعدك ان انت تفرمي التوم بطريقة سهلة جدا وبسيطة زي ما هو ظاهر دلوقتي كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجفف للخضار او الفكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبتساعدك ان انت تجففي مختلف أنواع الخضار او الفكهة يعني مثلا لو انت عندك ملوخية او خاص او اي نوع من أنواع الخضار او الفكهة تقدر ان انت تجففي بكل سهولة من خلال المجفف ده وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الأخطية او الاطباق اللي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام تقدر ان انت تنظم بيها وتغس بيها اطباق الاكل او تقدر ان انت تستخدميها كأطباق للتقديم بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة وتنظمي بيها مختلف أنواع البوكاليات اللي بتبقى عندك هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الفرشة دي وهي بتحتوي على كذا كتعة وكذا أداة تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف مختلف الحاجات اللي انت بتنظفيها دايما في المطبخ عندك بكل سهولة بعد كده هنا عندنا فرشة وقشاطة في نفس الوقت تقدر ان انت تنظفي بيها الأرضيات او استجاز او مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده تقدر ان تقشاطي كل المياه والصابون من خلال الأسطح اللي بتكون موجودة في الفرشة دي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده طبعا بيجي متقسم لأربع خنات بالشكل ده تقدر ان انت تنظمي فيه الملح او الفلفل او مختلف أنواع التوابل اللي بتستخدميها ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والأدوات الحديثة والأجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي الكناب بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هارد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا بالفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا بالفيديو ده والادوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلات طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدا ياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها هو عاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اصيبكم في رعاية اللي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة